اهلا بحضراتكم مرة تانية برحب بيكم طبعا في السادسة وبرحب بكابتن امير وكنا واخدين كده اللي قطات قبل الفصل على طول بتاعت ماتش امبي والحقيقة انا عايز اتكلمه على تلت ساعة بسيناريو معاكس يعني انا معاك ومتفاهم انه اخد بالك ده مش مرتبط بس ماتش امبي مرتبط بالماتشات كمان اللي قبله اللي كان فيها نزيف نقاط وكان فيها عروض عروض واسيفك بقى من التحكيم واللي ملغي واللي مش ملغي بس الناس برضو كانت عايزة تطمن من ماتش امبي انه احنا رايحين يعني فايقين جهزين رغم الغيابات ورغم النقص العدد العنيف اللي بتواجه الفرقة كان عايزة تطمنه الفرقة وافعة لجليها بتهيق لي انه من اللحظة يعني انا بسوف انه من اللحظة اللي فيها امبي جابت جول بتاعه لغاية ما الحاكم صفر بالنهاية المباراة التلت ساعة ولا الخمسة عشرين ديها دول فيهم 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 العجب فيهم البهاريس كلها زي ما بيقوله وبجدد دونا رسالة انه او وصلوا رسالة للجمهور انه لها الفرقة وقف على رجلها كان فيه غيابات كان فيه عناصر اسامش موجودة الاهلي هو الاهلي وانه الاهلي بجدد بمن حضر لو ما كانوش حصلوا تلت ساعة دول انه بتالي كان السيناريو اللي احنا منتكلم فيه دلوقتي انه يبقى مختلف تمام بس لحمة وطبعا الكلام اللي انت قلتو ده مهم جدا ودي مش اول مرة تحصل ان الناد الاهلي اخر ربع ساعة او عشر دقيق انه هو يعمل سيناريو زي اللي حصل في ماتش امبي وفي غيابات برضو يمكن حصلناها قبل كده كتير جدا انا فاكر فيه ماتش كنا قبل ما نسافر كاسل عالم اندايا تقريبا تاني مرة احنا لحد دقيقة 93 باللعب المحلة في سادة القاهرة وان سايد جيم وفي الاخر وان سايد جيم لينا لينا طبعا اكيد في الاخر بركات هو اللي جاب الجول يعني انا فاكر الماتش ده وكتير كتير من الحالات اللي زي دي كده اه فلا انا عايز اقوله النادي الاهلي النادي الاهلي بمن حاضر زي ما بيقوله والنادي الاهلي دايما هو فاعل مش رد فاعل فانت طبيعي ان انت النهاردة لما بتلعب دوري عام بطولة مهمة جدا خسرت كم نقطة في اخر ماتش تعادل بالنسبة ان النادي الاهلي ده هزيمة بتلعب دايما على المكسب وعلى التتويج نادي امبي في الاول جاب فيه جول بتروح وبتضيع فده بيربك حسابات حاجات كتير جدا مع الغيابات اكيد هيأثر لكن انا عايز اقوله النادي الاهلي لاخر ثانية هو بلعب على المكسب هو هدفه هو مش بلعب مين انا مش دعوه انا بلعب مين انا يهميني النهاردة انا بلعب على الماتش في دوري في كاس ثلاث نقاط مهمين جدا هاخدهم او بطولة نهائي هاخدهم من تجربتك انت امير في الظروف الازادي وانت رايح على ماتش مهم وانت اشتغلت اكيد مع كزا جهاز فني وتعاملت مع كزا يعني كزا جيل من اللعيبة اللحظات الاهم يعني اللي بتفتكرها وبتسترجحها الجهزة الفنية بتبص الماتشات ازاي الدروس المستفادة او الحاجات اللي بتشتغل عليها مش جوة الملعب بقصد فقط اللبس الجهاز الفني اللعيبة بينها وبينها وبينها وبينكم وبين بعض اكيد بيبقى ليكم كلام لانه في النهاية رايح لماتش يعني 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 اكيد بتبقى من اهم الماتشات اللي عبتها في تاريخك كل فالكواليس او السيناريوهات اللي بتحصل فقط اللبس قبل ماتشات مهمة زي دي بصوا الجهاز الفني دور كبير جدا وانك طبعا على دور مجلس الادارة واتكلمنا هتكلم تاني عن اللعيبة اللعيبة الكبار اللي عندهم خبرات اللعيبة دايما حتى الصغيرين اللي طالعلك ده طالعلك من هو في الناشئين بيلعب على بطوله بتحط تحت ضغط عارف يعني ما اطلع مع الفريل الاول ان انا لازم ابقى جايب اخري وادوس اكتر عشان الفرصة لما اجيلي لما بيطلع بيشرب اصلا الكلام دوت من اللعيبة الكبار فاللعيبة الكبار والكباتين الكبار اللي موجودين عندهم اسئولية كبيرة جدا وعارفين يعني ايه انا بلعب فاينال افراكيا ويعني ايه هاوصل كاس العالم الاندية كام مرة في تاريخ النادي الاهلي وثالت مرة على التواليلية كجيل موجود دلوقتي اخد ثلاث مرات بطولة افراكيا ورا بعض ده مهمة جدا الجمهور متعطش للكلام ده الجمهور ما بيشبعش النادي الاهلي ما بيشبعش من البطولات فطبيعي ان انا عندي النهاردة اللعيبة خلاص اعدت مرحلة بتاعت ماتش امبي هاخد منها بس انك انت اول حاجة طبعا خدت ثلاث نقاط مهمين جدا تاني حاجة نفسيا وزهنيا تبقى حاجة مهمة جدا ان انا النهاردة يعني نفسيا ببقى الدنيا كويسة جدا قبل ما اروح ماتش مهمين هلاعب فريق كبير جدا على ارضه الله اعلم بالظروف اللي ممكن تحصل اكيد هيقابل جمهور كبير جدا لكن جمهور النادي الاهلي ان شاء الله سيبقى ماتشط لعبتها انت شخصين برا مصر يعني لعبتها في بلاعب برا ومن الفرق اللي يعني يبقى عندها جمهور عنيف او طبعا شمال افراكيا اه طبعا سواء تونس جزائر المغرب وخلي بالك المراحل النادي الاهلي في المشوار روح تجزائر روح تونس هتروح مغرب فانت بتتكلم في برضو ايه قابلت كل الضغطات دي نستاذي مروحناش تونس عمتا يعني لا الملاعب شمال افريقيا انت طبعا انت كله في الاخر تلات الجيل ده لعبت تعريبا في كل ملاعب افريقي طبعا يعني جنوب افريقيا تونس جزاير، مغرب وجيل ده لعبت تقريبا اهم فرقة المغرب في تعالى تلات سنين. يعني لعبت الرجاء مرتين في دورة ابطال والسوبر لعبت نهض ببريكان في سوبر لعبت الوداد نفسه في دورة ابطال ووفاق اسطف الجزاير الترجي في تونس يعني جيل ده دا في كل الملاعب مهو أحمد بص أنت كما قلت لك لعيبك قادرها أنا بتلعب في نادي كبير زي نادي الأهلي وبيلعبوا دايما على التتويج ومحطين تحت ضغط عصر بيكبير جدا فأنا النهاردة لما كون عندي مطش نهائي ومطش مهم جدا وبلعب كل 3-4 طيام مطش وعندي كما قلت لك لعيبة عندها إجهاد وإصابات وغيابات فطبيعي أن أنت الله يكون في عون الجهاز الفني لأن أنت خلي بالك هو ليه حسابات معينة أن أنت النهاردة أنا عندي دوري عام وعندي إصابات وبعد ذلك أنا بطلع على أفراق وبعد ذلك أنا عندي لعيبة دولية وبعد ذلك أنا برجع تاني بيقع مني 6-7 لعيبة فطبيعي أنه ليه حسابات معينة النهاردة لو فيه واحد من اللعيبة المهمة جدا بنسبة 60-70% مش هيقدر يديني لأنا رياحه عشان عندي مطش مهمة فيه حسابات بتحصل النهاردة بتشوف كوكة موجود بتشوف زياد موجود بتشوف لعيبة صغيرة بتطلع النهاردة الشناوي مثلا في ثانية إجهاد وبينزل علي نطفي فلازم اللعيبة كلها تكون جاهزة ده مسؤولية الجهاز الفني واللعيب نفسه فطبيعي أن أنت النهاردة أكون عندي مطش ودوري وهخرج من دوري بإصابات ووقف وغيابات وبعد ذلك عندي مطش نهاية أفراقية مهمة جدا لأن تعب السنين كله ده لسه المشوار كبير جدا خلي بالك أنت النهاردة الناس بتتكلم برضو على العامل البدني الزهني المهم جدا والنفسي مهم جدا الحمد لله النهاردة أعتقد أن اللعيبة كلها كاملة اللعيبة كلها أعتقد نزلة التدريب بإذن الله اللعيبة عندها مسؤولية كبيرة جدا كل اللعيب عارف قيمة النادي الأهلي وقيمة المطش اللي جاي فأتمنى يا رب إن شاء الله اللعيبة تكون مركزة عندنا وقت شوية يعني ناخد نفسنا شوية من الدوري لحد المباراة النهائية تتكلم في حوالي أسبوع أو لحاجة الناس الغيابات اللي هي ما كانتش موجودة ترجع التاني الحمد لله نفسيا وزهنيا أن أنت النهاردة كسبت مطش إمبي هيديك دفع قوي جدا للمباراة النهائية وفي نفس الوقت اللعيبة اللي كانت غيبة دي لما ترجع مع الجهاز الفني ومع اللعيبة هيبقى كل اللعيبة متكادفة مع بعض أعتقد بتدي ثقة كبيرة جدا أن أنت ما يكون عندك 4 أو 5 لعيبة مهمة جدا ويرجعوا للتيم بتدي ثقة للعيبة اللي موجودة بتدي ثقة الجهاز الفني بتدي ثقة للجمهور فأنا شايف من وجهة نظري يعني إحنا عدينا مرحلة صعبة وبرضنا مهدش إمبي ده أمهم الثلاث نقاط اللي احنا اتكلمنا فيهم وبعد كده استعداد يبقى كويس ذهني وبدني ونفسي ومعناوي أنك أنت عندك مطش صعب جدا وأتمنى يا رب التوفيق للند أهلي في المباراة يعني الأقرب طبعا أنا عايز أتكلمك على الاتنين القريبين يعني الشناوي وعلي لطفي وخصوصا الشناوي يمكن كان قلقنا شوية بخروجه وإحساسه أنه يعني مش سليم فما رديش يكمل مطش البنك الأهلي نزل علي لطفي عائل لطفي الحقيقة يمكن ما بيشاركش كتير بس حتى في المطشات الكبيرة والصعبة لما بيشارك بيقدم مستوى يمكن حتى جمهور النادي أهلي مبقاش متوقع الحقيقة ولد بيوجيد جدا فشايف إزاي دور عائل لطفي والشناوي شايف إزاي في الوقت ده هما الاتنين ومعهم شو بير يعني يشحنوا بطرياته ما قلت يا أحمد أن أنت عندك النهاردة اللعيب أو الإسقاط الموجود كل لعيب عنده مسؤولية على نفسه نادي النهاردة أن أنا كلعيب لازم أبقى مستعد تماما بتمرن كويس جدا مش بزهق لو ما لعبتش ما بزعلش لو ما لعبتش لأنه بيجيلي فرصة ما فيش حد في الأهلي في تنافس بين اللعيب وبعدها على كل مركز ده مفهوم بس ما فيش حد في الأهلي يعني أو من النوادر أنا أشوف أنه اللعيب اللي ما بيلعبش مثلا بيعمل مشكلة أو يعني بيبقى بصص لمصلحته على حساب مصلحت الفريق وصلا في مطش مهم زي مطش دولي الأبطال هو مش هيعمل مشكلة من نفسه يعمل مشكلة جوال نادي الأهلي لكن أنا بتكلم فيه أكيد من جواز علان عايز يلعب في تنافس ولكن اللي بيلعب زي ما بيلعبش كله أسرة واحدة وزي ما قلتلك يعني بالنسبة لمركز حلسطن بارو النهاردة شناوي أنه يخرج وهو حاسس أنه هو مش سليم مئة في المية دي مسؤولية كبيرة جدا وشخصيته هي اللي خلته يعمل كده إنه النهاردة مصلحة التيم أهم مني أنا فحاس بإيجادك بسيط وفي نفس الوقت عندنا مطش صعب اللي هو النهائي فطبيعي إنه هو ككابتن فريق وواحد عنده خبرة خرج من اللقاء وحسبها بينه وبالنفسه إنه هم حاجة التيم ما يفعش ألعب وشارك وأنا مصاب حتى لو أنا إيه ممكن تحصل حاجة أتعور أكتر ممكن ما كونش في التفكورة معينة أخاص بها التيم بتاعي فده اللي عمله الشيناوي بالنسبة لعلي يعني إمكان أنا كمان مرد بالموضوع دوت الحارس التاني أو التالت جوه النادي الأهلي طبيعي إنه لازم يصبر ويتمرن ويستنى الفرصة فأي وقت هجيلك فأي وقت هجيلك وخصوصا في موضوع كورونا وإصابات وإجهاد ومنتخب وناس دولية فطبيعي إنه هجيلك الدور وتلعب وتشارك علي شفنا قبل كده مش دي أول لقاء على فكرة ماتش أعتقد الاتحاد في اسكندرية أو سموحة برضو الشيناوي حاسي بأكاد ونزل علي وطف كذا ماتش ماتش الزمالك عشان علي خلاص هو بدأ اللقاء أنا بتكلم وأنت تغييرا فالنهاردة أن أنت النهاردة تكون مستعد وجاهز أنك أنت تشارك دي حاجة مهمومة جدا وبتدي ثقة كبيرة جدا لنفسك أنت وبتثبت نفسك لفرقتك ونديك دي حاجة بتبقى مسؤولية كبيرة جدا هو علي أكيد بيتمرن على أساس أنه طبعا يعني وارد جدا أنه يبيلعب المباراة خبايا لك يا وحمد نتمنى طبعا السلامة للجميع لكن أقول أنه الكل لازم يكون عارف أنه في النهاية ده قرار جهاز فني لكن أنت بتتمرن على أساس أنك أنت اللي هتلعب بالضبط خبا علي لعب وشارك وماتش الزمالك الناس كانت قلقانا وشاركوا كممتاز كاس عامل أندية غياب الشناو مع المنتخب لعب وقدى بشكل كويس جدا تعالى لمصطفى شوبير علي لطفي كان تقريبا في كاس مصر كان مصاب نزل مصطفى شوبير ماتش الترسانة وقدى بشكل كويس جدا تعالى بقى شوف زياد زياد طارق اه في ماتش أعتقد لا مش الإسماعيني كان فيه كاسر ربطة كان مصطفى شوبير هو اللي هيلعب وفي الأستاذ خلاص هينزل يسخم فقالوا أنه أنه عنده حالة إجابية في موضوع كورونا من الملعب لقى نفسه زياد بشارك قدى بشكل كويس جدا ده دليل أنك أنت النهاردة وأنا موجود جوال نادي الأهلي لازم أقدي المسئولية وعندي شخصية أن أنا جاهز في أي وقت وشوفنا الثلاث حراس مرمى بيقادوا بشكل كويس مستر ميشيل ينكون من المدربين الكويسين جدا بتعامل معهم بشكل كويس جدا زيهني وبدني وفني على أعلى مستوى الثلاثة شبه بعض كلهم أي حد جاهز أنه يمسل نادي الأهلي ويلعب في أي وقت فهذه ميزة المدرب وميزة اللاعب نفسه لعنده شخصية وأي لعب في الناد الأهلي لازم يبقى عنه الشخصية للمواقف الإزادية ونسبة حراس المرمى مين اللي عجبك يعباره لأهلي و الزمالك مين لفت نظرك في الدول المصري كحراس مرمى اخترني ثلاثة أسماء بعيد عن الشناوي طبعا بعيد عن أهلي و الزمالك أنا عجبني طبعا محمد صبحي وجد أمبي و فاركو أيوه عجبني ترتيب كده ولا دول من غير ترتيب هقول صبحي وبعد كده جد صبحي وبعدين جد اه يعني الاثنين عندهم موهبة كبيرة جدا الاثنين بشاركوا في متخب الأولمبي بلعبوا بصفة أساسية يعني لعبوا بصفة أول وموجودين جد موتواجد بقالوا فترة كبيرة جدا سنهم صغير لعبوا مع المتخب الأولمبي وشاركوا هم دول المستقبل اللي جاي معهم شوبير معهم زياد وفيه جوال تانية موجودة ولما بسام رجع ركز بعد يعني كان في المتخب موجود بعد كده خرج المستوى نزل شوية لنعليه ضغطاته اللي بلعب بشكل أساسي وده طبيعي لك انت يحصل دروب ورجع تاني يوقف على رجله تاني عجبني كان لها نستمال لفترة معينة مش عجبك يعني دلوقتي بستوى حاسب مستوى تراجع تراجع شوية خصوصا بعد كابتان أحمد ناجي لما طبعا ساب سموحة اعتقد ان هو متأثر نفسيا حتى الهاني بان على وشه بيقدي بقى جنش بشكل كويس بيقدي محمود حمدي قبلي عبد المنصف شارك بشكل برضو مميز مع الاتحاد لفترة معانا كانش فيه توفيق اخر ماتش أو ماتشين يعني في ناس بعض الناس كده اللي هم يقادوا بشكل عامر عامل لما رجع مش عايز انسى حد بس يعني انا شايف ان اميز ناس انت قلتلي انت قلتلي دلوقتي برر اهلي وزمالك ست سبع اسماء اه تحط معاهم اهلي وزمالك تتكلم على عشر حراس ماربا شايفهم في الدوري مميزين جد ما دل انا قلت وحميد ان انت خلي بالك انت عندك قاعدة كويسة هو السؤال اللي جاي لسه واحنا ليه ما نشوفش تجارب احتراف للحراس المصريين في اوروبا على رغم انه دايما مش بس الجيل ده احنا طول عمرنا الحقيقة حراس الماربا في مصر واحد من اقوى المراكز اللي عندنا فيه دايما على مستوى عالمي حقيقة بص يعني يعني حضري شوبير نادر السيد طبعا احتراف فترة يمكن فأعتقد في بلجيكا كابتن شوبير جالوا في انجلترا في كاس العالم في ايبرتون بس مراحش حاضر احتراف في السيون ايو كابتن اكرامي وكابتن سابت قبلهم طبعا يعني دول انا حضرتهم معاكم كمان قبل كده شريف بلد راح هولندا هي الفكرة في حسابات معينة انا النهاردة لما يجي لعرض احتراف مش للجول بس للعب عمتا في حسابات الادارة لها حسابات والجهاز الفني واللعب نفسه بيعودوا على ترابيزة ويشوف مصلحة النادي ومصلحة اللعب في ناس بيجي لعود احتراف يعني مثلا هنتكلم مثلا يعني محمد الشناوى مثلا اكيد بعد كاس العام وكاس الأمم اكيد جالوا عود احتراف كتير جدا صح النهاردة لما النادي الاهلي يقعد على الترابيزة والجهاز الفني ومحمد الشناوى نفسه بيوصلوا ان مصلحة النادي هي اهم وفي نفس الوقت يشوف العرض حيليق بالنادي الاهلي ولا ومحمد الشناوى ولا لا كل دي حسابات معينة فلو فيه فرصة حلوة للحراس المرمى مع النادي بتاعهم ان هما يطلعوا اكيد في الاول في الاخر بيشوف مصلحة التيمي الاول وبعد كده بممكن حد يطلع لكن احنا عندنا دايما الحارس الاساسي اللي بيلعب بيبقى لندية متمسكة به اكتر فعلمني يعني مثلا احنا النهاردة احمد نادر السيد هو محترف يعني محترف في نادي اعتقد درجة تانية او حاجة في البرتغال بس الدور حارس المرمى كمان النهاردة اتغير كتير يا امير يعني النهاردة بتشوف ده بره بتشوف ده على مستوى ناير وتش تيجن وتيبو كورتواء وبنتشوف ده حتى على مستوى احراس المرمى هنا في مصف يعني بشوف مثلا محمد شناوي يطور في مقواف الأهلي في حاجات كتيرة جدا تغطية وعلى المدافعين بون الهجمة شناوي اعتقد كان سيزن اللي فات ليه أسستين يعني كورتين بجونين فدور كمان حارس المرمى بتهالي إلى حد كبير اتغير او اتطور في الفترة الأخيرة أكيد طبعا الأجيال اللي قبل كده كان الشغل كله انك تصده بس وتحركات وحاجات كده الشغل بالرجل ما كانش طبعا زي دلوقتي انت بتتكلم دلوقتي فيه تطور كبير جدا لانا كانت اللعيب النهاردة حارس المرمى بيبدأ هجمة بيبدأ هجمة من وراء مش مطلوب انه هو يرقص وتتقطع ويعمل المشاكل جامدة جدا لا بيلعب السهل يلعب برجله ويعمل وده التدريب الحديث دلوقتي كان فيه حارس مرمى كولومبيا انا فاكره هجيتا تقريبا هجيتا هجيتا ده حتا ده مجنون او ده خالص يعني وكان فيه برضو اعتقد هم أمبطو امريكا الجنوبية دائما عندهم حراس مرمى كانت لقياهم بره out of the box كان من مميز دائما البرزيل وجنوب أمريكا والحاجات دي كله دول بيلعبوا الحراس مرمى بيلعبوا والحاجات دي كويس جدا ويقولوا لي كامبوس كامبوس كان أصلا لعب كورا يعني بس هو كان امكانيات كامبوس ما كانتش تدول انه حارس مرمى ميكسيك ملاد كبير ومنتخب كبير لكن هو ظروف تحطته في الوقت دوت انه يبقى حارس مرمى لكن أنا عايز أقوله أكيد تطور أكيد تطور للعيبة كمان مش للفكر المدربين دلوقت الكورة الحديثة كلها انك انت تنقل من وراء تروح بهجمة منظمة التاكتك بيبقى متغير كل شوية انك انت النهاردة المدرب لازم يعنده كذا سيناريو للقاء وأهمها انك انت تبدأ من وراء أكلمك على سيناريو الماتش اللي جاي تحديدا على خطة وتشكيل وهربطها بمطش أمبي لأنه في أكتر من لعيب تقلق الحقيقة ما لعبش في مركزه بشكل مباشر أو كان جاي من بعيد من غياب يعني طويل وقدم مباراة كويسة قوي فخليني أكلمك عن ده بعد ما نيروح لزميلنا محمد توفيق من داخل نادي الأهلي في الجزيرة نطمن على تمرينة الأهلي النهاردة أخبار الفريق أخبار المصابين مين شارك في التمرين مين هيتم تجهيزه عشان يشارك في رحلة المغرب نرحب بمحمد الأول ونقول مساء الخير يا محمد مساء الخير الزميل عزيز عحمد سمير تحياتي ليك والدفت الكريم كابتن عمير عبد الحميد وكل مشاهدي ومتابعة سلسة في كل مكان أهلا بيك بعد راحة يمكن يومين الناس النهاردة مستني أخبار تمرينة النادي الأهلي أنا النهاردة بالذات يا محمد عايزك تنقل لي وصف تفصيلي أنا عايزك تخدنا كده وتحطنا يعني جوه النادي الأهلي تقول لنا أخبار اللي عايبة ايه في التمرين شايف استعدادهم شايف الحالة المعنوية قبل الحالة الفنية والبدنية ازاي الأجواء العامة إيه اللي عايبة بتتكلم فيه وخلينا بعد كده كمان أعرف منك حالة المصابين من الجهاز الطبي دكتور أحمد أبو عبل قالك إيه عن جهزات المصابين اللي كانوا غايبين عننا في آخر مطشي بالفعل زي ما اتكلمت زميل عزي أحمد يمكن زي ما بقولك يعني الصوت يعلم فوق النادي الأهلي هنا عن صوت نهاية دورة أبطال أفريقيا ما بين الأهلي والوداد المغربي لعبين حالة يعني تم مننا التركيز في المباراة يمكن اللي حصل النهاردة زي ما أنت قلت كده وصف تفصيلي لعبين عقب حضرهم يعني يبتد على طول اليوم بتاحهم بمحاضرة فنية للجهاز الفني كانت في غرفة المحاضرات تتكلم بقى في البداية الكلام النظري عن المباراة وخلاص يعني أفلنا الصفحة المحلية من بعد مباراة أمبي والأداء الأقصد من الرائع والعزيمة والفوز في الدهائق الأخيرة النهاردة بقى خلاص النهاية دورة أبطال أفريقيا التركيز فيه بشكل تام بداية بقى لعداد النظري كان في غرفة المحاضرات ومن بعدها كان الانتقال للملعب يمكن التمرين ببتدى كده بعض الحاجات الخفيفة كان احتفال اللاعبين زي ما كنت شفت على الشاشة بحمد عبدالقادر اللاعب الفريق وكان عيد منادهم برح فتم كالعادة عمل ممر اللاعبين لأي لعب عنده مناسبة سعيدة تم دكت البداية بعدها كان مستر موسماني التركيز في الجمل الفنية والشغل البدني عاز في البداية أقول لك أن اللمحة النهاردة كانت مهمة جدا مستر بيتسو موسماني أصدر تعليماته للجهاز الإداري في ملعب مختار التيتش يعني زي ما نقول برفع الستائر علشان جمهور النادي الأهل المتواجد أو الأعضاء المتواجدين داخل فرع النادي الأهل هنا بالجزيرة يتابعوا التمرين الأخير للفريق قبل السفر يمكن كان بعض الشباب والأطفال بيتابعوا التمرين وبينادوا على اللاعبين فمستر موسماني قال لهم يعني ارفعوا الستائر عايزين الأعضاء أو الشباب اللي موجودين داخل النادي يتابعوا التمرين واللي عايز يوصل رسالة للعيبة ويشجعهم يكون ده متاح لي ويشوفوا اللعيبة في آخر مران قبل السفر غدا بإذن الله يمكن من بعدها كان استكمال الشغل البدني عادة طمينك كمان أن الحمد لله كل اللاعبين الغائبين بالسلامة محمد عبد المنعم بدر بنون أكرم توفيق دول اللي قدوا تمرينات استشفاءة نهاردة أنا شايف سولية شايف علي الجنج شايف ياسر إبراهيم في التمرينة دلوقتي يعني لسه كانوا ظاهرين على الشاشة بيتمرنوا بالفعل كلهم الحمد لله بقوا جاهزين زميل عزيز أحمد دكتور أحمد أبو عبد رئيس الجهاز الطبي بن نادي الأهلي قال لي خلاص من النحاءة الطبية مما كلهم جاهزين وتحت أمر الجهاز الفني وعايز أقول لك حاجة كمان يعني من أحد اللفتات طيبة وروح الفريق واستعداده للنهائي مستر جسماني يعني هياخد كل اللاعبين الموجودين في القائمة معاه يا أحمد للمغرب حتى اللاعبين المصابين يعني حتى بدرب أسأله قبل ما أسأل الجهاز الفني والإداري قال لي لا أنا مسافر إن شاء الله مع البعث الرسمية للفريق للمغرب غدا بإذن الله اللي إن شاء الله الطيارة هتكون يعني هتغادر من مطار القهيرة بإذن الله بتوفيق ربنا وثم دعوات كل جمهي النادي الأهل إن شاء الله بالفوز في المباراة الساعة خمسة ونص مساء من إن شاء الله من مطار القهيرة في الرحلة يعني تستغرد تقريبا ست ساعات لمطار محمد الثاني في دولة المغرب الشقيقة إن شاء الله يوصلوا بالسلامة وإن شاء الله يكون البداية إن شاء الله للبطولة التالتة على التوالي والحضاشر كمان يمكن على سبيل الدعم والمعنوات اللي اتكلمت علىها في البداية زميل عزيز أحمد يمكن محمود قهربة لعفريق النادي الأهلي المعار والتواجد معنا ممكن جماعنا حديث بكهربا قال لي طبعا بقى لي خمس شهور ما شفتش لعبين فطبعا وحشني اللعبين والجهاز الفني وكان لازم أكون موجود في آخر مرأة ليهم قبل صفارهم للمغرب ونكون موجودين أنا ومؤمن نوجه رسالة للعب أن كلنا كلعبين مع وراهم وكل جماعيين نادر أهل وراهم في مباراة مهمة زي كده وكلنا مستنينهم إن شاء الله يرجعهم بإذن الله يوم الثلاث ومعهم اللقب الأفريق إن شاء الله بعد الفوز في المباراة النهائية بإذن الله يعني زي ما نتكلمنا عن ترتيبات السفر إن شاء الله يمكن كابتن سهلا وحفيز وكابتن سامير عادلي سافروا البعثة النهاردة للمغرب يعني وضع الترتيبات النهائية والتنصيق مع الجانب طبعا الكاف والاتحاد المغربي اللي هكون قائم على تنظيم المباراة في اختيار فنادي اقامة وملعب التدريب غدا إن شاء الله يعني زي ما قلنا فريق النادي الأهل هيغادر القاهرة فيه تمام الخامسة والنصف الرحلة تقريبا بتستغرق للمغرب يا أحمد خمس ساعات يعني تقريبا الفريق هيوصل فيه العشرة والنصف بتوقيت 11.5 بتوقيت القاهرة اللي هي تبقى 9.5 بتوقيت المغرب أكيد طبعا هبقى أول يوم الفرق ساعتين ولا ساعة حمد تالي بتهيلي الفرق بيننا وبالمغرب ساعتين لا الفرق ساعتين تقريبا ست ساعات فإن شاء الله يعني الفرق الساعتين دوت يمكن الصفر بدري طبعا فيه تغلب عليه ومش فرق كبير زي طبعا دور شارق آسيا وكده كان ببقى الفرق مشكلة والساعة البلوجيا ومشكلة لكن اللعب النادي الأهل متعودين على الأجواء في المغرب كنا في المغرب تقريبا من شهر فإن شاء الله يعني كل الأجواء مش غريبة كنا حتى بعض اللعبين اللي أتكلمت معهم يا أحمد على سبيل الحالة المعنوية والجمهور والشحن والكلام الناس يعني عاوز أقولك جلعبة النادي الأهلي في مبارات الرجاء وكمان بيتكلموا عن مبارات الوداء إنهم مستمتعين بالأجواء الجماهرية وكون إن فيه جمهور في الملعب ده وبقى دافع ليهم وبيخلهم في الملعب بيقدوا بشكل أحسن وده بيطلع كل قدراتهم الفنية داخل الملعب أنا بشكرك شكرا جزيلا زمنا العزيز محمد التوفيق من داخل النادي الأهلي وبتهالي ده أنا فكرة كاملة عن تدريب النادي الأهلي النهاردة وعن وطمننا أكتر على أسماء الشركة واللي حضراتكم شفتوها على الشاشة السلية موجود ديانج موجود ياسر موجود وإن شاء الله بإذن الله مع باقي فريق سكواد النادي الأهلي اللي طمننا يعني أنا يمكن كنت لسه بقول لأمير قبل محمد ما يدخل معنا على طول إنه ماتش أمبي كمان أنا بيتهالي من أهم مكاسبه ثلاثة أفشة ما شفتوش بالحالة دي الفوائن ده الدور ده ده أفشة هو ده أفشة ولعب تمانية في الحقيقة في الماتش ده بشكل أكتر من رائع وده يخليني أحطولك برضو من ضمن السؤال ربيعة رغم أنه كان بقاله فترة غايب والإصابة مع المنتخب يعني منعته المشاركة مع النادي الأهلي لكن رجع ولا كأن رجله في الملعب وقدم واحدة من أحسن مطشاته في مطش أمبي معلول التلت الأخراني والهدفين اللي أحرازهم بتهالي التلاتة دول كانوا نجوم المباراة لو حابب تضيف أسماء تانية طبعا يعني تفضل بس خلينا أسألك على ده وشكل تشكيل النادي الأهلي والأدوار بتاعت اللعيبة في المطش بتاع الوداد زي ما أنت قلت يا أحمد المهم جدا النهاردة المطش اللي فات كان فيه حاجات النادي الأهلي يعني كسبها منها طبعا لما يعني في آخر ثانية الآخر نفس بتلعب علي معلول بقوله فترة كان بعيد شوية لما كامل في آخر ثانية أنت آخر ثلث هو أحلى ثلث يعني أنت طلعت في آخر المباراة أفضل ما عندك لحسنا بإعياء ولا حسنا بمجهود بدني وحسنا بس بالروح أنه اللعيبة ما عندهش غير أنها تخلص المباراة أحمد النادي الأهلي من أول ثانية لآخر ثانية بيلعب على المكسب ولو جاب جول بجيب التاني ولو جاب وده كما قلت لك النادي الأهلي دائما فاعل مش رد فاعل فأنت عايز تدور عادت عادل وبعد كيه تقش في المكسب تتكلم في دقيقتين وعلى ثلاث دقائق بتكسب برضو فريق عنيد شباب عنده جهاز فني على مستوى فأنت وزا ما أنت قلت النهاردة أفشب قالوا فترة كبيرة جدا ما كانش فايق ولكن النهاردة بيفوق في مركز تاني غير المركز اللي هو مميز فيه لو رقم عشرة أنا شايف أنه فيه استفادة قوي جدا أهمها ثلاث نقاط ثانيا نفسيا بتبقى أنت يعني بتستعد للمباراة قوي جدا هي مباراة للهداد اللعيبة اللي عندك الشاركة قدت بشكل كويس ربيعة وشوفنا كوكا وشوفنا زياد يعني كونه دي مكاسب لأنه لأنه ده مرتبط بفكرة برضه وده سؤال عند الناس في الشارع يعني جمهور آلي بيقول لعبة المصابة دي مهمين جدا وأساسيين جدا ومحدش يقدر يقلل من إمكانياتهم بالعكس يعني سواء ياسر عبد المنعم في خط الظهر أيمن طبعا هيرجع لأنه أيمن ما كانش إصابة أيمن كان غيابه بسبب الإخاف ونص الملعب عند الديانجو السلية وحمدي فاتحي السؤال هنا الفترة دي ما بين غيابهم وبين فترة المعسكر أو الصفر بكرة والتحضير لمطش الودات العبة دي قادرة تدخل فورموت مطشوات وتبقى جاهزة ولا ده يفرض على مستر موسيماني أنه ما يغمرش بيهم أو ما يجذفش بيهم أو يدور على أوراق تانية بديلة زي ما لجأ لأفشة والربيعة عشان يسدوا الغيابات في مواجهة الودات في مباراة نهية بص يا أحمد أنت اللعيبة اللي أنت ذكرتهم دول كلهم دولية كلهم دولية حتى ديانج دولي مع مالي مظبوط فأنت اللعيبة دي عندها مخزون المخزون ده اللعيبة لما بيشارك بصفة أساسية بيبعنده مخزون لو أغاب 3-4 أيام أو أسبوع عنده مخزون لو أغاب شهر عنده مخزون أنه بدل ما بيقعد فترة كبيرة جدا أنه هو يستعد أو يرجع للفورمة بتاعته يرجع على طول تمام النهاردة الناس المصابة اللي عندها شد اللي عندها إصابة قوية جدا حتى الطب تطور أنت فيه حاجات في الطب بدل ما أنت النهاردة بتقعد شهر فيه ناس بتتمزق يعني إحنا ما كنا بنلعب أنا فاكر كنت أنا أول ما أنا الحضر يمشي و أنا بتدي تلعب جالي مزق في الخلفية مزق في الخلفية ده ما كانش فيه حاجة اسمها حقوقنا بلازمة بتاخدها بدل ما بتقعد سبوع أو سبوعين بتقعد مثلا خمس أيام فالطب تطور فيه حاجات الاستشفى موجودة والحاجات دي لو مش موجودة احنا ما كناش كم مننا التلات موسم دول طبعا طبعا تتكلم في التلات تلات سنين ده اللي أنا قلته في الأول تلات سنين اللعبة هي هي الموجودة من منتخب لأفريقيا من احنا شوفنا ماتش آخر ماتش والموسم في الموسم نخلق بتاع شهر مثلا اه مثلا وهذه الظروف كمان تعمل معسكر قبل ما الموسم يبتدي بره مصر جوا مصر وتلعب لك كم مطش ودي هو بره على فكرة اه اه وتلعب لك كم مطش ودي وبعد كده ابتدي الموسم ده الطبيع وده العلم كله بيعمل كده بالزبط انت زي ما قلت لكن عندك اللعبة الدولية دي عندها مخزون يعني السولاية لعب على الفكرة السولاية قبل كده فاكر برضه كان جاله مزق في السمانة اعتقد وبعدين مع المنتخب او مش فاكر كان مع نادلالي بعد كده قعد فترة جديرة جدا مر انت برينتين ولعب كان كويس جدا اي عندك ديونج لا ما لاقش من الحت لا ما لاقش من الحت لي خالص لان انت عندك جهاز طبي على اعلى المستوى عندك جهاز فني على اعلى مستوى بيتابع مع الجهاز الطبي وحالة اللعيب نفسه اللعيب نفسه قدراته ان هو البدنية عايز يلعب ونفسية عايز يشارك فطبيعا ده بيساعد اللعيب يرجع بسرعة انا شايف ان كل لعب من انت ذكرتهم دول عنده مخزون ان هو يقدر حتى لو غاب شوية ومشارط يلعب ماتش ودي قبلك كان زمان نقول لك نلعب ماتش مودي ماتشين عادي وده يمكن من ايام مستر مالو الجزيد عمل الحتة دي كان انا افتكر احمد فتحي مرة كان عنده اصابة في فتر اكيلس قعد ثمان شهور وبعدين زي ما مستر مسلماني عمل كده واخد اللعبة المصابة معاه خد احمد فتح احنا قلنا ساعتها هو احمد فتحي هيعمل جاي ليه احنا قلنا ماس اخره هيروه هيبقى مبسوط معنا والكلام ده كله لأ ماتش القطني الكاميروني شاركو وفي نفس الوقت شاركو في اخر تلت ساعة اعتقد وما كانش لعب ماتش ودي ما كانش عمل استعدات على طول على طول كانت السيد عبدالحفيظة فتكر ماتش الترجي سنة 2001 اعتقد 2001 كان عنده صليم 17 نوفمبر 2001 بالزبط جل جابه الشهير في ماتش الترجي بالزبط كنت ساعتها قعد معاه في القوضة وبعدين ساعتها كان صابه ست شهور صليبي ومالعبش ماتش وحاجات خفيفة وبعدين مثل المسلمين يأخذو فأنا كابتن ساعتها حتى بيقول لي تتخالي عمير ممكن اشاركو اكيد انا سأبرر قلت له كابتن انت ممكن تشاركو وتلعب وتجيب جول وتكسبنا قال لي مستحيل اتحط قال لي انت كلامك فعلا ولعب فالأنا عايز اقوله انت النادي الاهلي النادي كبير جدا عنده جمهور كبيرة عنده قدارة كبيرة جدا ومسؤولة وفهمة عندك جهاز فني طبعا على اعلى مستوى لعيبة اللي موجودة عندها خبرات كبيرة جدا فبالتالي انت النهاردة اللعيبة الموجودة دي عندك جهاز طبي على اعلى مستوى فكل الجهاز الفني والطبي يقعدوا مع بعض ويشوف حالة اللعيب نبدأ غيابات عبد المنعم وياسر وعندك آيمن قدى لا ياسر كان في المنشطة اللي فاتت اه في المنشطة اللي فاتت انا هجي النهاردة انت عندك نهاردة غياب ديانج وفتحي وثلية من في الثلاثة دول يلعب في الحتة دي جاهز بنسبة مثلا هنقول 90% ممكن ديانج وفتحي أو ثلية وفتحي أو سيشوف بقى هنا الجهاز الفني مع الجهاز الطبي يشوف حالة اللعيبة وزا ما قلت لك مع المخزون اعتقد ان الناس اللي شاركت ومعاهم الشناوي طبعا انت في وقت قليل ماتش البنك برضو شوف ولعب ماتش امبي في وقت قد ايه نزل وقبل كده شوفنا صبع مع المنتخب لما رجع مع النادي اللعيبة مبسوطة شوفت احمد عبدالقادر بيحتفل فدي حاجة كويسة جدا بتبقى موجودة داخل اللعيبة والجهاز الفني انت نهاردة بتخرج من خلاص انت سيت ماتش امبي خلاص باللي حصل وخدت منه انك انت خدت سياس نقاط مهمين داتك دفعة انك انت تنافس بعد ما تخلص الفراق ترجع برضو يعني ارايتك الافضل في المواجهة ارايت امير نفسه شايف انه تشوف اللعيبة الفائقة اللعيبة الجاهزة وتبني عليهم خطتك ولا تحط الخطة اللي من وجهة نظرك ومن وجهة نظر او من زاوية دراستك لفري الوداد الخطة المناسبة انك تلعب الوداد على ملعبه في مباراة فاينل وتشوف الافضل لانه ينفذ الطريقة اول حاجة من بعد ماتش ام بي بيوم جهاز الفني واللعيبة يذكروا لا يوجد محاضرات كلام كابن الخطيب اكيد دور مهم جدا والمذاكرة والمحاضرات دي بتبقى مش فيديو بس ايواء انك بتذكر الاتيام كله وكل حد يعني انت اكيد بتذكر اكتر الفراودة بتاعت المهاجم بيذكر خط الدفاع وبيذكر المن اللي هلعب عليه او بيذكر حارس المرمى اللي هين نقط ضعف وفين فبتالي فيه شغل كتيم وفيه شغل كل واحد مع نفسه دي حاجة زود عليهم بقى الكهاز الفني بيجي بقى الخطة اللي هنلعب فيها عندهم نقطة الضعف ونقطة القوة عندهم مثلا انتشاف الوداد السنة تفرجت على مطشاطه الوداد اكيد طبعا وصل فينال اكيد بيقدر بشكل كويس ثاني حاجة انت بتكسب بترو أتليتكو على ارضه وبعد كده بتتعادل ثاني حاجة اعتقد انه اخر مطشي في الدور المغربي كسبان كسبان في الدور اكيد دالوس سوكا برضو بيلعب على ارضه وسط جماهير فكل في نفس الوقت خلي بالك وعمل ألف حساب للناد الاهلي فأعتقد ان الجهاز الفني بيقعد بيذاكر نقطة ضعف القوة السيستم اللي العببي ده بالنسبة للوداد هيجي الجهاز الفني بقى يشوف اللعيبة بتاعتنا في الناد الاهلي مين المستعد مين يقدر يقفل هنا تبدأ ولا تبدأ بنسبة قد سليم ده ممكن الحالة بتاعت اللعيبة اللي عندك مين أجهز مين اللي يقدر يمشي على الخطة اللي هنمشي عليها فأنا شايف من وجهة نظر لو اللعيبة سليمة أنا عندي كده كده الناس اللي مش أقول بديلة الناس شاركت وبقى فترة ما بتشاركش قدت بشكل كويس لما جي النهاردة عندي هشوف النهاردة خلي بالك أنا عندي نهاردة تمرين وعندي بكرة وعندي بعضه وعندي كم يوم لحد المباراة هيبال ليه مين اللي فايق مين اللي حالته كويسة مين الحالته البدنية كويسة ربيعة وآيمن ياسر وآيمن ربيعة وياسر مين الأفضل في التهد المنوجة نظرك أنا أعتقد أنه عبد المنعم برضو إصابته لا أعتقد أنه يمكن أن يلحق موقف عبد المنعم لسه معلق لا يستطيع أن يحسن بلسبة سواء لو مز لو مز سيقعد فترك جدا ليس أقل من 15 يوم من شهر لو مز جامد لا أعتقد أنه عبد المنعم يمكن أن يشارك لكن أنا رأي أنه يوجد أن ياسر إبراهيم مهم جدا يمكن يلعب بأيمن أشرب في الحتة في نص الملعب هو رامي طبعا أدى بشكل جيدا لكن أنا حالة فتحي والسلية كويسة وإدارة يلعب وده لا يبين من خلال التدريبات الموجودة أعتقد أنهم التلاتة دورهم مهم جدا وأفش يلعب في الحتة اللي تحت ورامي لديه دور معين في سيناريو اللقاء عندي جهاز الفني عنده كذا سيناريو للقاء في النهات وارد لقدر يخش فيها جول أعمل إيه طبعا لو كست هدف أعمل إيه مين اللي هينزل كل ده حسابات الجهاز الفني بحساب طبعا طبعا كل التوفيق لرجالتنا إن شاء الله بإذن الله ويكون بداية رحلة موفقة بكرة إن شاء الله الفريق هيكون على معاد مع السفر والتأجه للمغرب وبحبك وسعيد أنا أتكون معاك تعرف أنت حدي ربنا خليك حبيب وطبعا أنا سعيد جدا أنا موجود في قناة النادي الأهلي بيتي ومتمنى التوفيق رب إن شاء الله للنادي الأهلي بإذن الله تبقى البطولة الحداشر ويلعبوا كاس لعمل أندية ويعالوا اسم النادي الأهلي دايما إن كنت بتقول لي في بريك إن إيه خلي حضرتكم على المتابعة بكرا نتقبل في نفس المعاد السادسة دايما مع شاشة الأهلي تحياتي لكم